اشتركوا في القناة بعد تعرضهم الى حادث سير في مدينة الطائف في السعودية وتم نقلهم الى اقرب مستشفى للعلاج لكن رغم وجود اكثر اطباء في السعودية قد كان اشرف على حالتهم الصحية الا انه لم يحالفهم الحظ في ابقائهم على قيد الحياة ان لله وان اليه راجعون واوضحت المستشفى انهم وافتهم المنية بعد ساعات قليلة من الحادث ان لله وان اليه راجعون ان سائلين المولى عز وجل لهم الرحمة والمغفرة وان يرزق اهلهم وزويهم الصبر والسلوان لقى خبر وفاة ابناء صالح الدسري اهتمام كبير من الكسرين وتفاعل الكسير من الشخصيات الهمة مع الخبر وعبروا عن حزنهم الشديد على فراق ابناء صالح الدسري من خلال حسابتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي من تويتر وفيسبوك وانستجرام وغيرها دعينا لهم ان يرزقهم الله الصبر والرحمة والمغفرة وان يدخلهم فسيح جنات وينقيهم من الزنوب كما ينقى السوب الابيض من الدنس اعزاء المتابعين وكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله والسلام عليكم